تعجل أسواق بالمواطنين بالأيام الأخيرة من شهر رمضان موعد آخر يشمع بين الجزائريين الذين دائبوا على شراء لباس جديد للعيد عادة قديمة يحاول العديد التمسك بها تفضل النساء شراء جبة تقليدية مثلاً حتى تستقبل الضيوف صبيحة العيد تقول التقاليد إن اللباس الجديد فال حسن قد يجلب الخير وقد تفرض الظروف أحياناً الاكتفاء بالشراء للأطفال الأولوية الكبرى لهم فبالجزائر من النادر أن تجد طفلاً يرتدي لباساً قديماً صبيحة العيد ولأن العيد للجميع يحاول بعض الناشطون تأمين ملابس العيد للفقراء والمحتاجين مبادرات خيرية عديدة يلتف حولها العديد من المتطوعين من أجل تعميم الفرحة وجبر الخواطر يحاول الشباب المتطوع في هذه المبادرة الخيرية التواصل مع أكبر عدد من المحتاجين من أجل توفير اللباس لهم قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية خصص مكاناً كبيراً لمبادرة لبسة التي تستقبل بشكل يومي ألبسة جديدة من محسنين ليتم التنسيق مع العائلات المحتاجة لتستفيد بدورها من هذه الألبسة مبادرة خيرية هي الأخرى يحاول القائمون عليها تعميم فرحة العيد من الجزائر سربانا اليوم